معلومة ندخل على طول على الفقرة التانية اللي هي اسأل مع دكتور نورة واستكمالاً الحلقات السابقة بالنسبة للأطفال وعقاب الأطفال وطرق العند أو طرق علاج العند مع الأطفال احنا بنكمل استكمالاً للحلقات دي لأن حضراتكم لما بعتولي تسألوا عن المشاكل دي كلها أنا ابتديت أتبعها وأخدها بعين الاعتبار علشان خاطر أسهل شوية المأمورية دي في تربية الأولاد في زمن بقى أصبح من يعني صعوبات والمعجزات أنك تطلع طفل سوي نفسياً وجسمانياً طيب طرق العقاب بدون عصبية حضرتك دلوقتي الطفل بيستفزك بيستفز حضرتك بشكل ما حضرتك هتبتدي تأم زعق ومعاقبه طيب سيدنا علي بن أبي طالب قال رفقاً بأولادكم فيما معناه يعني فإنهم قتوا من زمن غير زمنكم فطبعاً يعني رضي الله عنه وأرضاه قرم الله وجهه طبعاً ده كلام منطقي جداً جداً اللي تولد في الألفنات غير اللي تولد في التسعينات غير في التمانينات السبعينات وهكذا وهكذا واللي جاي برضو مختلف كل جيل مختلف عن الآخر وبناء عليه طرق العقاب لازم تختلف طبعاً احنا كناس بنتكلم في النحية إزاي نتعامل في ده جبتلكم بسرعة طرق أول حاجة أول حاجة الطفل من عندنا من سنة لسنتين العقاب بتاعه بيكون بالبصة بالبصة ما فيش ضرب في الزعيق طب الطفل عصبك مش مشكلته أنت تحكم في ردة فعلك مش مشكلته أنه عصبك وكان مستفز حضرتك بتتحكم في ردة فعلك عشان خاطر تقدر تتعامل واتكلمت قبل كده في حلقات سابقة وضحت أن الطفل عامل زي اللوحة أو زي رسمة أنت بترسمها كل يوم بتتفنن في رسم ملامحة فمحتاج صبر ومحتاج مجهود عشان تطلع على الطفل ده كويس طيب إحنا عندنا في حاجة نبدأ بقى نتكلم في حاجة اسمها time out time out يعني الوقت ده لازم تخلص فيه الحاجة الطفل أكبر من سنتين احنا بنتعامل بالشكل ده معاه يعني إيه بقولك بطل زعي هندي أمثلة بطل زعي صوتك ما يعلاش هعدي خمس عدات تسكت عديت وفضل يزع ده time out يعني وقته بيضيع هيخلص الوقت ده وانت هتبتدي تعاقبه العقاب العقاب هنا اللي بنتكلم فيه هيكون على شكل حاجة اسمها naughty chair يعني ايه naughty chair ده كرسي زي اللي أنا قاعد عليه كده نفس الفكرة بتقعد عليه الطفل بيقعد من فوق السنتين لتلات سنين كل سنة بتزود دقيقة يعني لو هو تلات سنين بتزود عليه دقيقة يعني تلات سنين كده تلات دقيقة أربع سنين أربع دقيقة لحد ما نوصل ل11 سنة 11 دقيقة 12 سنة وهكذا بتقعد الطفل على naughty chair يفضل قاعد وتنزله لمستوى تنزله المستوى بمعنى ما تبصلوش من فوق يعني أنا أنا مامي أو بابي فأنت بتبصلوه النظرة دوني لا قاعد في مستوى قاعد في مستوى على المستوى اللي هو بينك وبينه كده وقلوه دلوقتي أنا طالب إنك تعتذر عن الفعل اللي أنت عملته ولازم تعتذر ويفضل قاعد على الكرسي لحد ما هو مش اللي ينهي العقوبة بدون ضرب وبدون خناقات وبدون أي زعي ايه ده خالص في تربية الطفل طيب إحنا عندنا ده حاجة كده بالشكل ده طيب عندنا حاجة اسمها فيه نوبات بتيجي اسمها نوبات للطفل الأطفال يعضي عاية ويصوت عايز اللي هو عايزه حضرتك في الوقت ده تسد ودانك تحط قطن تحط مناديل سيبه يصوت زي ما هو عايز لأن لو أنت طبعا الأمهات حبيبي الحلوين يعني والأبهات وكده بيصعب عليهم الولد بيصوت الولد هيتعب الولد بيش عارف إيه وفيبتدي إيه يتنازل عن العقاب بتاعه أو الحاجة اللي عايزها عشان الطفل يمشي حاله في القصة دي أو يوقف سريق أنت كده حضرتك ده سلاح معاه بيحربت به طيب فيه عندنا حاجة اسمها جدول المكافئات فيه جدول بنعمله لو حابين حضراتكم أصمم لكم الكلام اللي أنا هتكلم عليه اللي جاي ده وأعرضه حضراتكم الحلقة الجاية بس أنا حبيت بس أديكم فكرة فيه جدول للمكافئات الطفل إيه السلوكيات اللي مش عجبكي أو مش عجبك بنكتبها الطفل وبتكتبه قدامها يوم السبت الحد الاثنين التلات زبط ده أو السلوكي التاني لا ما زبطوش لسه فأنت بتعمل عليه غلط الحد مثلا زبط السلوك فتبتدي تشوف طبعا هو السلوكيات اللي حضرتك مش عجبك أو مش عجبكي إزاي الطفل يتعامل معها من فيه خلال أيام الأسبوع بمعه إنك تكلمت معاه وشفت الموضوع ده كله معاه وفهمت وغلطه وكل ده طيب فيه جدول كمان بنعمله يعني عايزين نوضح إيه مش الجدول الطفل أحسن في شيء عمل حاجة كويسة بيبقى خلاص غير السلوكيات التانية بقسني عليها وبقامدحه أنت حبيبي أنت أحسن حد في الدنيا أنت كويس أنا مبسوطة منك تمام في حاجة كمان أثناء يقاب الطفل معلش أنا نسيت أقولي حتة دي ما يتقارنش بحد من إخواته شايف أخوك مثلا علي أحسن منك بيسمع الكلام أنا ليه باستفز الطفل الطفل يبتدي يعند ساعات الأبهات والأمهات بيعملوا طرق غريبة يخلوا الطفل يعند عليهم العند هنا بيطلع عنيد من صغره وما يكبر يعند عليهم هو خلاص لإن حضرتك عودته على المقارنة ما فيش مقارنة هو أخطأ يتحمل خطأه يتحمل الخطأ بعقابه مش هنيجي بقى نقول شوف لإخواته مثلا تانيين أنا عقبت مثلا أحمد مثلا على موقف عمله وهيخليكوا كلكم زيه هيبقى عبرة وهيبقى نموذج مش كويس ما فيش داعي لكل ده الموضوع بينك وبينه أو بينك وبينه خلاص انتهى على كده ومش بنجيب الأطفال الباقية تتفرج عليه وهو كده في العقاب خلاص العقاب مش بالضرب مش بالعصبية امسكوا نفسكم يا جماعة الأبعات والأمهات اللي متضايق من الأطفال ومش عارف يربيهم بمعنى ملوش خلق إليهم حيبقى خلاص هتجيب مني ربيهم صاحبه هيربيه لما يدخل مدرسة هيتعرف على شلة هي اللي هتستوعبه هتسمعه أما تدخل المدرسة هتلاقي صاحباتها هم اللي متصدرين بقى وهم اللي بيتكلموا معاها هتاخد معلوماتها من برا وهتسيب جوه خالص عشان جوه فيه زعيق وسريق وفيه تعنيف وفيه رسالة مفادها أن أنا مش قابلك أنت طفلي بس أنا مش قابلك أنا مش حابب أنا مش حابب الطريقة أو أنا مش حابب الطريقة اللي بتكلمني بها فهعند عليك زيادة وأنا كمان نفسيا مرفوض حضرتك رفدني رفدني يعني خلاص كل شوية بتتهمني وتتهك يعني وكل شوية تهاجمني وأنا غلطان في السلوك الفلاني فبالتالي أنا هعند على حضرتك خلاص كده يعني دي بسرعة دي بسرعة دي بسرعة الحاجات اللي إحنا يعني إيه حاولنا نتكلم فيها طيب دلوقتي أنا جايلي جايلي كذا حاجة وهبدأ بها لأن دي مشكلة معلش أنا كده خلصت إلى حد كبير اللي حابب من حضرتكو يتفضل يكلمني على الموبايل اللي على الشاشة أنا برحب باستقبال المكالمات طيب ندخل على طول في حتة فقرة بتسأل مع دكتور نورة رسالة من زوجة بعثة بتقول أنا امرأة عاملة وزوجي يأخذ راتبي فهل أترق العمل طيب أنا ما فهمتش هو بيشتغل ولا لأ يعني أنا ما فهمتش حضرتك رسالتك كانت مختصرة قوي لدرجة أن أنا في بعض التفاصيل كنت عايزة أسألك عليها ولكن أنا لي حق التخيل بما أن حضرتك ما ديتنيش تفاصيل أنا عايزاها أنا هابتدي أشوف القصة دي طيب أنا امرأة عاملة وزوجي يأخذ من راتبي وهل أترك العمل طيب أنا بتوقع أنه بيشتغل ما بيشتغلش في كلتا الحالتنا هو عايز فلوسي خلاص يعني مش ملناش علاقة وبيشتغل ولا لأ مش هتفرق معنا كتير هندخل على طول ونعرف ما هو هذا الشخص هذا الشخص باللغة الإنجليزية اسمه جيجلو جيجلو يعني شخص يقطات أو شخص بالبلد كده بيتجوز حد أو واحدة عشان تصرف عليه الشخص الجيجلو فيه مواصفات معينة في البيت في الخطوبة قبل ما نوصل لموضوع الزوجة اللي هي في مشكلة حاليا وأكيد عندها أولاد في المراهقة أو غيره المهم هو بياخد مرتبها وكمان آه سوري وكمان بيديها مصرفها بعد ما ياخد فلوسها يديها المصرف طيب مين جسد الشخصية بتاعت الجيجلو ده الفنان فريد شوقي في فيلم الليلة الموعودة والفنان شكري سرحان في فيلم شباب امرأة يعني ايه التكسيد بتاع الشخصية دي وضحت بالزبط ما هو الرجل الذي يتزوج المرأة وطبيعته وازاي استدرجها عشان ياخد فلوسها بحيث الدنيا دي تبقى ايه خلاص هو متجاوزها عشان تصرف عليه بالبلد طيب الشخص هذا الشخص يعني عبارة عن نوعين اتنين نوع باين قوي بس هو رجل رجل محترم قوي نازم يعني بيسموها نازمي رسمي فاهمي يعني كده رجل كده تشوفه خلاص تمام كده بعد ما اتجاوزها اقول عشر تيام اصرف عليها بعد كده ادفع انت بعد كده طيب ان شاء الله عارفين الفكرة او ممكن كمان يشيل ايد وانا صرفت اول عشر تيام عليك يكمل انت بقى جميلك بقية الشهر طبعا الكلام ده كله يا جماعة احنا بنتكلم في حاجة قبل ما نتكلم على النوع التاني حضرتك وانتي بترتبطي هنقول علامات معينة لو لقتيها في الشخص ده يبقى ججلو ججلو يعني لا يصلح زوج يعني سيادتك هتاخذ اللقب اجلا ام عاجلا كمطلقة خلاص طيب نتكلم بسرعة عن الشخصية التانية اللي هو المستتر او النوع التاني المستتر حد مش باين خالص يبتدي ايه يدخلك في الموضوع من غير ما تفهمي فيه ايه وتدخلي في الموضوع وفعلا تتورتي اول حاجة خالص بتلاقي ايه ممكن بس تشحنيلي او يرنى عليك يرنى ويقفل او هاتيلي علبة سجار وابقى حسبك او تبقى في البنزينة مثلا هو مثلا بيمون عربيته يطلع المتين جنيه والمفروض مثلا الحساب مثلا ميت جنيه معلش ما معايش فكة ادفع انتي فتبتدي تلاقي حضراتك ايه دخلة كده في الموضوع وانتي مش فهمة فيه ايه وفجأة لقيت نفسك في نص الطريق او في البحر في نص البحر يا تقدفي يا تطلعي على البر طيب هنتكلم بسرعة على الفكرة دي اعبار عن ايه التأثير السلبي قبل ما نقولي العلامات التأثير السلبي قبل ما نتكلم في الزوجة لأ نقولي العلامات الاول حضراتك وانتي بتتخط بالواحد قدامك ست شهور لسنة بتقيم الرجل ده يصل حضوك او لا لان اكتر من كده هتبتدي تشوفي عيوب اكتر وحتبتدي مفيش داعي انتي شفت عيب او اتنين اخلعي امشي ماشي فبسرعة كده عشان قربنا نختم يا جماعة لقتي كل شوية يوراتك في حاجة زي منا لسه قيلة ويركزي ويا بنات في الحكاية دي قوي طيب الست دي الست اللي هي اتجوزت واحد ججلو نتصرف معها ازاي يعني هي دلوقتي عندها ولاد والكلام ده قدامك سيناريو قدامك سيناريو هين يا السيدة اللي هي بعتتلي الاستاذة اللي بعتتلي اول حاجة لو عندك اولاد وهو ليه حق القوام عليهم بيخافوا منه هما في المراقق او كده اخليكي معاه خلاص كده وتدي له قدر من الفلوس قدر مش كل الفلوس يعني انا فيه مثال مش عايز اقوله لانه بلدي قوي مش اقوله فما ينفعش اقوله كده في الحلقة يعني طيب يعني مش معنى ان حضرتك تدي له جزء فهياخد بقية الاجزاء لا تدي له الجزء اللي يخليه موجود في حياتك من الاخر لو بتقبضي الف تدي له مثلا شوفي القيمة اللي هتخليه موجود تعافز على وجوده في حياتك لو انت محتاجه طيب لو حضرتك مش محتاجه طبعا الولاد استوبيان بيطلعوا جيجلوه زي باباه نفس المبدأ فممكن يبيعوا نفسهم لأي واحدة كبيرة في السن يتجوزوها عشان تصرف عليهم والبنت بتتقبل انك بتدفعي او كده فبالتالي هتطلع لو واحد جيجلوه تقدم لها بتوافق علي لان كده كده عندها القوامة دي جزء مضروب خلاص حضرتك حضرتك قريدي يعني عودتيها على ده فهتطلع شبه حضرتك عموما انتهى وقت حلقتنا النهاردة ومنتهاش البرنامج بتاعنا ان شاء الله في الحلقات القادمة هنستكمل المشاكل اللي هي بتخصة حضرتكم فالى اللقاء في الاسبوع القادم يوم الجمعة نشر ونص اشتركوا في القناة